استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد ديفيد كاميرون وزير خارجية المملكة المتحدة وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللورد طارق أحمد وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة بالإضافة إلى السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الوزير كاميرون سلم السيد الرئيس خطاباً من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قدم خلاله التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة إعادة انتخاب سيادته رئيساً لمصر مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنصيق مع مصر في مختلف المجالات وفي هذا الصياق تطرق اللقاء إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين حيث تم استعراض جهود التعاون القائم في جميع المجالات لسيما على المستوى الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بما يحقق مصالح الشعبين وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تطورات المشهد الإقليمي حيث وجه وزير خارجية المملكة المتحدة الشكر والتقدير لدور مصر والسيد الرئيس في صون الأمن والاستقرار بالمنطقة فضلاً عن الجهود المصرية المكثفة على المسارين السياسي والإنساني في إطار الأوضاع الراهنة في قطاع غزة وفي هذا الصدد تم التوافق على ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية بكميات كافية تلبي لاحتياجات الإنسانية لأهالي قطاع غزة بما يضع حداً للمأساة الإنسانية بالقطاع كما شدد الجانبان على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وأهمية العمل على عدم توسع دائرة الصراع وامتداده إلى مناطق أخرى بالإقليم كما أكد السيد الرئيس ضرورة طلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة بالإضافة إلى العمل بجدية وتصميم على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إنفاذ حل الدولتين كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق أشرف عطوى قائد القوات البحرية والفريق أحمد الشادلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على تطورات عدد من المشروعات القومية التي تنفذها وزارة النقل وخاصة مشروع جرجوب التنموي الذي يستهدف تحويل المنطقة المحيطة بميناء جرجوب التجارية إلى منطقة اقتصادية خاصة والاستفادة من الميناء لإنشاء نافذة جديدة للتجارة الخارجية والصناعات الحديثة في شمال غرب مصر حيث عرض السيد وزير النقل مكونات هذا المشروع التنموي الضخم الذي يستهدف استغلال مميزات المنطقة في إطار شامل يتضمن تطوير الميناء والتنمية العمرانية والصناعية للمناطق المحيطة به والاستفادة من المشروع لإنشاء منطقة لتوليد الطاقة المتجددة فضلا عن استغلال الواجهة البحرية للمشروع كمقصد سياحي وذلك بهدف تنمية الصناعات الحديثة وتطوير الأوضاع الاقتصادية لسكان المنطقة ولإقليم مطروح بالكامل من خلال إنشاء منطقة مصانع ومركز للأعمال وأحياء سكانية وخدمية جديدة فضلا عن فنادق ومنتجعات سياحية كما تناول الاجتماع في هذا الصدد أحد المشروعات ذات الأهمية في إطار خطة التطوير وهو مشروع إنتاج وتصدير الهايدروجين الأخضر بالتعاون مع التحالف الذي تقوده شركة ديمي البلجيكية حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشروع 26 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة العمل على تنفيذ المشروع على الوجه الأمثل واستغلال خصائص المنطقة بما يتفق مع احتياجات الرؤية التنموية والاقتصادية لمصر وخاصة التركيز على الصناعة والتجارة وجذب النمو السكاني إلى المنطقة مشددا على أهمية مراعاة المعايير العالمية المرتبطة باعتبارات تخطيط المناطق الصناعية وحماية البيئة ومؤكدا الدور الرئيسي لعملية تطوير الموانئ في تعزيز الريادة المصرية كمركز دولي للتبادل التجاري وتقديم الخدمات اللوجستية بما يحقق الاستفادة المثلى من موقع مصر الجغرافية وبما يتكامل ويدعم الخطط التنموية للدولة لأحداث نهضة شاملة في مصر